حجل السلام عليكم و studio السلام عليكم ومرحمة الله وبركاته وسائلكم في suppalar, mango promises لبصلร 930 نار ساعة حلق مجنونة في وسيل اسطرر يقول ما تعلم الكلمة أودا ما الذي جاهز تعمله فينا أنت يا أخي والله العظيم أودا كل ما قلنا خلاص عندلكم في هذه الحلقة اقتباسات أسطورية عندلكم في هذه الحلقة فقعات وجه من نوع آخر عندلكم في هذه الحلقة تصحيح معلومات ومفهيم مغلوطة ونظريات وكل شيء طبعا كل شيء موجود في هذه الحلقة كل شيء ولكن قبل الحلقة وقبل كل شيء أحب أقول لكم بس إذا تقدرون يعطيكم العافية كل شخص عند حساب تويتر سووا فالو لحسابنا على تويتر سكوبر قبان يعني نزل اقتباسات عالمية حسابات أجنبية قاعدة تدعم الحساب بالفان آرت بالرسمات بالصور يعني شكرا 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 لكم تسع الاف متابع حاليا وصل الحساب سع الاف وان شاء الله بيوصل عشر الاف وعشرين ألف بإذن الله بفضل الله في فضل دعمكم إذا تم تشوف السبويلر أول بأول إذا تمتأخذوا الاقتباسات اللي أنا قاعد أقولها في الحلقة قبل لا تصدر في الحلقة وإذا أنا نسيت شيء من الاقتباسات أو طلعنا بشيء جديد بعد ما أنا صورت الحلقة رح ينزل في حساب التويتر فسووا فالو تجيك الأخبار أول بأول في هذه الحلقة تأكد أحد أهم الاقتباسات اللي جبناها في السابق بلتكلم عننا ما نوصل عنده بدون حرق حاليا اللي تابع معي صفحة صفحة ولكن تابع الحساب عساس تستمتعون معنا بكل جديد والحيين نقول لعشاق انيمي وانبيس في الحلقة دعنا نتكلم عن منقا وانبيس ساعتات لم تصل حتى الآن في الانيمي سكر فيديو الأفضل لك وخلوا لنبدأ صفحة الغلاف نامي مع هزيوس مسوية بركة مائية من المطر والضفادع تتراقص على نغمات المطر برضو فان أر طلب من أحد الجمهور بس اللي ذكرني صراحة أن الضفدع الراقصين ذي اللي ذكروني بكارتون قديم كان يجيبوني حق ضفدع كذا يارقص إذا واحد يجيب قدام الناس بهم يبي يارقص ما يجيب كذا كستان لو خلعو عن الناس قام يارقص يترقل اللي يذكر هذا الكرتون يكثب لي في التعليق يقول إيه أنا أذكر شفتها من قبل هل يشوفayı؟ أنا الوحيد اللي يذكر هذا الشيء القديم ولا فيه ناس والى يشوفوه ولي ضحاكنا أكثر أن هناك فيه واحد من الضفادع كانت بنت يعني حطieren ميكي ياج وكل يشوفوا هذا النوع من الرقص يسمونها تاب دانسينج اللي هو الرقص بالرجول عندما تطلع صوته بالرجلك ولكن دعونا ندخل الفصل لأننا مولع مرة مضيع وقتنا على هذا الغلاف من أول صفحة الهيبا صنجي عرفة الفنسبوك صنجي نعم 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 وتأكيد على الكلام اللي أنا قلت في الحلقة اللي طافت هو ما يحتاج العلبة من أجل أن يظهر قوته فيحتاج العلبة على ساسي خفي شكله ديسكايز أول كلمة قالها هذا الشيء هو ما يحتاجه بالضبط من أجل أن أخفي نفسي أن أتنكر يعني بيصير عندي زي تنكري كامل شاكلي بيتغير ما حد يعرف أني أنا سنجي اللي من طاقم لوفي بيجوان بهايئة الديناصورية لازل واقف يقولوا شده اللي ماسك في يدك علبة طعام طعام معلبي يعني كده علبة فصولية علبة شي الناس كلا قاعدة تبعد عن مكان القتال وكلهم قاعدة يصرخون شده المجون صاحب متجر السوبة ظهر فعلا وجاء قبلها هلو يتمنى الموت ولكن لو أنه ما ظهر فعلا كانت المدينة اللي بتتدمر فالحمد لله أنا ظهر يعني أنقذ المدينة وسبوا واقف فوق فرانكي ما الذي تفعله يا صنجارو شاكت تسوي ليش واقف ليش جاي ولو يعلق يقول أنا ما كنت أشوف أي مشكلة في أن المدينة تتدمر خل المدينة تتدمر هذه العاصمة الزهور التابعة للشوغن عدونا ليش أنت تحاتي العاصمة وجاء الرد أيضا من صنجي لكل من شكي قال ليش هو كان يرفض استخدام العلبة حين يبيستخدمها جاوبكم الكاتب بجملة صراحة يعجبني أودا لما يرد من المانقا يعني لما نقول إحنا كلام ويجي على طول الفصل اللي بعدها يأكد الكلام اللي إحنا قلناه نحن في مواجهة يونكو كايدو هذا ليس وقت العناد أني أعاند وقل لا ما رح أستخدم ذا العلبة عندي قوة ما رح أستخدمها لأنها من أبوي من عيلتي ما أبي ذا الكلام إن كنت ستمكن من إنقاذ لو حياة شخص واحد من دولة وانو يعني من الأبرياء المواطنين اللي ما لهم ذنب في مقابل إن يتنازل عن كبرياء وعنادي إن ما أستخدم هالبدلة ما عندي مانع باستخدم البدلة باكسر كبرياء وما رح أكون عنيد وقل لهم ما رح أستخدم علبة أبوي وباستخدم البدلة هذه وطبعا كان ما سكي العلبة وقعد يرميها في الهواء كذا وهنا قال هذا لو كانت هذه العلبة قدت تجربة فعلا وحطها مكان الحزام المكان اللي مفروضة إنها تتفاعل وتشتغل بالطريقة هذه العرضية أساس تبدأ تدور وتلبسك الدرع كامل وأكمل كلامة بكلمة جدا جميلة مجرد لبسي لهذا الدرع لا يجعلني جزء من الجرمة لأنه هو أساسا من طاقم لوفي وليس من طاقم الجرمة مجرد أني استخدمت هذا الشيء لأني أحتاجه حاليا عشان أغير شكلي وقالوا لا ما لعملني أجربها برضو فرصة أني أجرب أشوف شي الميزات اللي تعطيني هذه البدلة يعني ما يضر خلنا يشوف شي اللي يطلع من وراها بدأ تفترُّو بدأ يطللع الدرع التكنولوجيا في نفس حركة التحوّل حقّة الجرمة تماما و Poisخوا الكايمل اللي عليه ورماه مهما في الهواء فسنج jealousy زي سبه و قاعد يقول أنش قاعد تسيمش في مجاتب التفسخ في الشارع الموظيفة المسيقى طلعت جررما فاجأة يوم طلع عليه الكاب الدرع اللبس اللي وراه الريداء الاسود والذي عليها رقب ثلاثة بلاولا الاسفر فرانكي ويناف ولعت عيونها زي الليزر زي النجمة تحول ويسبو برضو ولعت ما هذا هذا كعكوي ما هذا التحول الرائع والمذير ما هذه التكنولوجيا اللي قاعد يستخدمها هذه اول مرة يشوفون تحول الجرمة لان فرانكي ويسبوه ما كانوا موجودين في حدث جزيرة الكعكة الكاملة وما شوفوا الجرمة ولقد شوفوا التحول هذا من قبل على عكس ربعنا نامي تشوبر بروك شافوا التحولات هذي بس فرانك يوسف هذا اول مرة يشوفوني وعلى طول جابوا لك سنجي كذا ظهر فوق المبنى يعني زي اللي طار وصار فوق المبنى بدلا ما كان هو مقابل لبيج وانو بيج وانو يقول متى وصل متى طار وصار فوق المبنى سبت التحول ارتفع وطار لفوق المبنى هنا اللاو قاعد يعاني يقول لماذا هو يلبس تلك البدلة هذه البدلة وبيلا شك جيرما دابل شيكش نومبا تري ستيلف بلاك وظهر سنجي باللبس وبالشكل الاسطوري هيبا يا جماعة هيبا هيبا فخم جدا القناعة اللي زي كخاشي النظرات السودة اللبس الاسود المكياج الشعر كلم جابوله كوافير كده سواه المكياج شكل اسطوري وهنا نتوقف ونقول للدكتور محمد سكوبر قبال حسن سكوبر قبال برافو 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 وحاها هذا التوقع من قبل şöyle ونقول لكل شخص ضحك على جيرما الاساس 56 وقال وتبقى اوه لا صديقي انت مخاطئ الاقتباس باور رينجر السوبر سان تاي ويش هو السوبر سنتاي هو مسلسل باور رينجرز ولكن أنا كان في اعتقادي سابق الكلام هذا قال الدكتور محمد في حساب قبل شهر على فكرة بس أنا كان اعتقادي سابق أن باور رينجرز هو مسلسل أمريكي وبعدين تم دبلجته إلى اليابان وتأتي الصدمة أن السوبر سنتاي هو الأصل وهو اللي ظهر في اليابان سنة 1975 هذا أول سوبر سنتاي ظهر في اليابان وهي نفس السنة الذي ولد فيها أودا كاتب المانغا أودا مجنون ولد وترعرع وكبر وهو يتابع هذا الانيمي سنتسايا وطبعا مش انيمي هو يعتبر نمط من أنماط المسلسلات اليابانية سمها توكو ساتسو اللي معناتها تصوير حقيقي ولكن من كاميرات صغيرة عشان يظهرون الناس كبار جدا مثل الرجل الحديدي نمط من أنواط التصوير الياباني المشهور جدا اللي ظهر فيه الرجل الحديدي سوبر سنتاي ألترامان أنواع كثيرة من الانيميات طبعا تقدر تسميها انيمي وتقدر ما تسميها انيمي أو نمط من أنماط الانيمي نتصوير بالكاميرا الحقيقي وليس رسم مثل الرجل الحديدي ولكن يضاف إليه بعض الحيان الرسمات كرتونية ومجسمات وآليين وما إلى ذلك نوع من أنواع يعني الشغلات الرئيبة طبعا أغلامكم يعرفوا شو باور رينجرز أنا كنتظن الباور رينجرز هو الأساس وأن الياباني يقلدوه طلع العكس الأساس سوبر سنتاي في اليابان سنة 95 والأمريكان اقتبسوه سنة 93 أول باور رينجرز ظهر في الأمريكا سنة 93 يعني بعد تقريبا 18 سنة من ظهور أول سوبر سنتاي وأيضا في اليابان سوبر سنتاي مشهور ولا يزال ينزل إلى يومنا هذا نزل أكثر من أربعين جزء كل سنة سنتين يصدرون جزء جديد جزء جديد جزء جديد مستمر السلسلة بشكل مرة مرة غريب وعندهم طبعا هذه الشغلة أنك تلبس درع تحط على يدك تحط على مسادس تحط كذا وعندهم أنا كنت أقول يعني اش دخل يوم كنت أشوف بور رينجرز في التلفزيوني شوفه ولدي عشو من بور رينجرز نينجا ستيل تدخل النينجا في بور رينجر يعني بور رينجر أمريكي ورد ما يأخذ نينجا نينجا حق اليابان ونصدم أن أصدار النينجا حق سوبر سنتاي كان في سنة ثمانين تقريبا في الثمانينات أصدروا نسخة من النينجا سوبر سنتاي نينجا فهم سووا نينجا سووا ديناصوراته حين قاعد سنجي قاتل ديناصور كانوا يقاتل فترة ديناصوراته يقاتل كل شي جميعا وعش المخلوقات الفضائية خربيط القصة يعني شي غريب جدا ولكن لما نقول لكم أودا جاي باليابان كلها في حدث وانو هذا جزء من اليابان وجزء من طفولته وجابه هنا أودا على الأغلب كانت تابعت أشي في التليزيون ولا في الكوميكس يوم كان صغير فحين أظهر لنا في القصة أننا لاو وفيتو ومساعد كاموني بيك كانوا يشاهدون المنغا هذي يقرونها في الجريدة اللي كانت تصدر بشكل أسبوي لهذا السبب لاو يعرف رقم البدلة ويعرف نوع عنها ستيلث بلاك بنكمل حين صفها بتشوفوا من النقاش كيف ولكن هذا سبب معرفة لاو عن هذا الكوميكس أكثر شيء أعجبني في أودا أنه قاعد صلح لنا المفاهيم زي ما قلت لكم من قبل عن ماذر كرامل مثل ماذر تريسا علمني شغلة عن ماضيها أنه فعلا كانت شريرة شايف العالم الحقيقي أحيان برضو أودا علمني مفهوم جديد لا تظن أنه باور رينجرز أمريكي ودوه اليابان لا سوبر سنتايا هو ياباني ودوه أمريكا فبرافو أريكا تو أودا على هذه المعلومة شكرا لك أن تصحي المعلومات عندنا أنا صدمة بالنسبة لي صراحة على ما خينكمل قراءة المانقة صفحة صفحة بجيكم على موضة ثانية على بلاك ستيلز بس خينكمل حاليا سنتجي غاضي بيقول له لحظة لو شون عرفت عن ذا الشيء كان أي واحد من الأزرق الشرقي يعرف لأن الجرمة كانوا في الأساس في الأزرق الشرقي ولكن المجلة اللي تنشر القصص هذي تنشر على مستوى العالم كله فأي أحد يقدر يقرأ الكوميكس هذي ولكن اللي جايين من الأزرق الشرقي كأطفال قروا هذه القصة وتعلقوا فيها مثل فيتو أبو لسان اللي كان مع كابوني بيك وها لاو حاليا وسنتجي غاضي يقول له ما يهم لي ذا الكلام لا تقول لي ذا الاسم مرهناني لا تناديني بستيرث بلاك ولا تقول لي جرمة دابل سيكس نمبر ثري لا تعطيني اللقب ذا نهائيا ما بيسمع فلاو يقبل كلام ويقول أنا كنت أقرأ القصة الكوميكس هذي حقة الجرمة دابل سيكس وكنت أكرههم لأنهم هم الأشرار هم العداع على العكس فيتو فيتو كان يقدسهم وسانجي يرد أن يقول حتى على أكرههم طيب أنت واحد منهم طبعا هنا فيه استدلال قوي على هذا الكلام أن لاو عرف رقم ثلاثة من الكوميكس وليس لأنه فيه شخص مستخدم لهذه الفاكهة من قبل عفوا للبدلة هذه من قبل وهذا يعني أن البدلة دي طورت خصيصا لسانجي لأن الفكرة كانت عند جاجي من قبل أن يسوي الأولاد بالأربع الوان أو الخمسة الوان كلها طبعا عفوا الوردي الأخضر الأزرق الأحمر والأسود له سانجي وهذا رد على سؤالة أنا كنت أتسألها كثير يقول إشتعوا يعني بين يوم وليلة سووا البدلة وعطوه إيه كذا أخوه نيجي حط البدلة في داخل ملابس سانجي ومنكان يساعد على الحرب ما تصنعوا البدلة هذه؟ هذا الدليل أنه موجودة في الكوميكس أن البدلة دي مصنعة من زمان لسانجي في حال أنه سانجي يرجع للجرمة أو من أول ما سووا تجربة ونولدوا عيالها من بطن أمهم ومصنع لهم الدروع هذه ومجهزها لهم من البداية أتكلم عن جاجي أبوهم هنا بيجوان يقول آه يبدو أنك أنت مو مجرد راعي مطبخ سوبا عادي بسيط لا من هو أنت؟ من أنت كنت بحق الجعب؟ أنت تحول وشكله ولو يتكلموا إياي عارفة ش السالفة؟ وإنها قال لها قل لي وش اسمك؟ يرد عليه سانجي اسمي أسوبا ماسك أو اللي التعظيم أو الاحترام سوبا ماسك اللي هو قناع السوبا اسم مستعار سانجي طلع فيه من الفراغ وليد اللحظة على قناتهم بس يبي سكتها ما يبيقول لها أنا اسمي سانجي ما يبيقول لها أنا في اسمك عشان خوكينز و إكس دريك اللي بيجون قريب بعدش يجيين في التجين دا المكان ما يكتشفون منه أوهو فرانكي يسبو غاضبين شنا الاسم السخيم السامج خلنا نحن أعطيك الاسم سانجي ما يبي يضيع وقت قال هاي يا وجه السحلية طب ودينا صور بس شكلك هالنا سحلية فعلا يروزق لنفعل هذا يلا لنتقاتل وهو في بخه يقول خلنشوف ماذا بإمكان هذه البدلة فعلا يعني قوة التكنولوجيا دي شي اللي بتساعدني شبيتسوي ببطب خلنك اختبرها شوف شي اللي عندها في هذه اللحظة هو رفع رجلة وضغط كده وعلى لنا بيندفع بينطلق بس رفع رجلة البدلة معدلة ومصنع عنها في لحظة اللي يرفع يضغط على قدام تعطيه الدفع من الخلق بوف وانطلق على طول وجبولك بيج وان كده ممدلسونة وخاوض نقز كده على المبنى ودمر البيت كلك كسلت حطمه ولكن سانجي مش موجود قافز وتفادى على الهجوم المقصد من الحركة يقول ليك ماذا قوة الفك حق الدينصور حق بيج وان بعد يقول ليك بيج وان كده يقول لقد اختفى وقام يدور عليه يفر براسه يدوره على سانجي ضربه في الوجش في الجسم هنا ما جاء من فوق ما جاء من تحت ما جاء من جم جاء من قدامه الهجوم جاء من الامام ومع ذلك بيج وان ما شافه يسوب مصاعق واو وشتر قوة منين جاء منين هجم عليه سانجي فانا فرانكي قاعد يحل الموقف يقول لابد ان يتحرق بسرعة صاروخية بسنا ما قدر نشوفها بعيوننا فرد لا وقال له كلا انا قرأت ده الشي في الكوميكس القصة اللي كنت قلوها في الجريدة كان يتكلمون ان مجرة ايكونامي مجنوفي ستربس حقها كانت تنشر هذه الكوميكس اللي هو جيرما سكسي سيكس ضد بطل العدالة السورة اذا تذكرون القصة دي تكلمنا عنها من قبل في ارك البيجموم وقاعد يقول لهم عنوان المانجا محارب البحر الشجاع السورة وقاعد يقول لهم ان الجيرما سيكس سيكس كان هم الاشرار في تلك المانجا ومكتوب واحد من الاعضاء حق تلك الفرقة فرقة الجيرما دابل سيكس اسمه ستيلث بلاك الاسود المختفي او الاختفاء الاسود وهنا قال هو كان الرجل مزعج جدا عنده قدرة مزعجة الا وهي الاختفاء مبروك يا سنجي مبروك مبروك وما جابه فعلا ضل سنجي اللي ما انتبهه له كان مواقف كذا مرسم رقم ثلاثة ومريك كأنه ترانسبانت كأنه شفاف ومعطيك الماثر اللي سسسس انه يعني توه يظهر توه بده يبين نفس قدرت ابو سالمو اللي كان يحلم سنجي فيها بالحرف الواحد واللي حاليا موجودة عند شيريو المطر بعد ما اقتلوا ابو سالمو وصرقوها منها كانت هذي حلم سنجي ان يحصل هذا البك وغضب على ابو سالمو ليش تصرق مني القدرة وحالية جاته او وقال للكاتو يقول بلاك ميرت عندك واحد يختفي لوفي عنده واحد يختفي سنجي طبعا هنا لازم صراحة برضو نصفق نقول مبروك عبدالله سان ما شاء الله عليك حساب التويتر المسرب الخطير جاب هذا التوقع بالحرف الواحد ان سنجي رح يكون عنده في البدلة حقته قدرة الاختفاء صراحة ما شون جابها من قبل اسبوع قايل ذلك او قبل اسبعين يوم نزل فصل السابق توقع هذا التوقع وقاله في التويتر حقه صراحة صدمة انا صدمني صدمني ان اتوقع هذا الشيء ما شاء الله عليه وهنا تأكد الاقتباس حقنا ان فعلا فعلا هذي مخوذها من سوبر سنتايا هنا صاحب الدرع الاسود في انمي او مسلسة العين كان اللي بتسميه سوبر سنتايا اللي كان يلبس الدرع الاسود كان عنده قدرة الاختفاء نزلت دكتور محمد احسابنا في التويتر اعطيه العافي خلنا ركال التميمي هو اللي ارسل لهذه الملاحظة فيديو موجود على اليوتيوب طبعا الفيديو كان من نسخة الامريكية البوررينجرز بس برضو الياباني كان عنده نفس القدرة وكان لابس نفس الدرع لانه النسخة الامريكية اقتباس من الياباني فهي وده مقتبس من اليابان وليس من بوررينجرز أعيدو اكد ده الكلام اللي كان يلبس الدرع الاسود مغطب بخطوط ذهبية زي اللبس سنجي بالضبط كان عنده قدرة الاختفاء يعني لو احنا راحنا بحذريا ومسوينا اقتباس عن اللي بيلبس الدرع الاسود كان وصلنا لهذه القدرة بس ما شاء الله عليه عبدالله سر وصل لها بدون اقتباس لأن فعليا الدكتور محمد كان متوقع أن سنجي سيكون لبسه أسود وفيه خطوط صفرة أو ذهبية وهذا اللي طالع بالضبط لبس فخم صراحة مناسب وقدرة رهيبة جدا ومناسبة لسنجي هنا بدأ لاوي يشرح القدرة أنها عبارة عن تكيف على المكان اللي جنبه بحيث أنها يكون غير مرئي للعين المجردة مثل الحرباء تقريباً مثل قدرة الحرباء وهذا شيء علمي بحث يقدر جاجي وتقنية الفينس ممكنهم يسوونها ولكن أنا شخصياً عندي ملاحظة عليه أنه لا علاقة بفاكهات الشيطان وفاكهات الشيطان بشرحها في الهاية الفصل موالحين لأنه حينا بنكمل الفصل يسو بوينا على الأقل أنت تعرف واجد بذل منقا حقيتك سنجي منصدم يقول إستاذ بذل بدل هل فعلاً تقوم قبل شوي أخفتني يعني صار عندي قدرة الاختفاء ممصدق وعلى طول فلاشباك جميل جداً وذكريات رائعة وذكريات عليه وكان كيف غاضب على أبو سلم أن أخذ هذه الفاكهة وحطم حلمه السابق بأنه يمتلك هذه الفاكهة بعدها بدأت تجي مشاعر مضاربة يقول يالا سخرية القدر حلمي اللي تشتت وضاعي عم شفت أبو سلم وأكل الفاكهة عاد لي من جديد لو تحقق حالياً بواسط التكنولوجيا الجرمة اللي أنا أكرههم وبعدها بدأ يفكر يقول هذه القدرة ستكون مفيدة جداً لي كي أتلصص على حمامات الني أوه أسف أسف لمساعدة أصدقائي عداً للكلام أوه يالا المعضلة لأن إيش أنا ما بيعتمد على هذه القوة هذا قصده المعضلة بالنسبة له إن أنا كنت بيستخدمها المرة بس عشان أتخفى وخلاص ما بيتم استخدمها أكثر مرة ولكن بما أن هذه القدرة اللي أنا كنت تحلم فيها وممكن تساعد رفاقي والطاقم مساعدة كبيرة ومستقبلاً لأن يصير عندي قدرة الاختفاء مثل ما أبو شيري المطر بيساعد بلاك بيرد وقدرت اختفاء حققتها أحين ساندي لازم يساعد الطاقم بقدرة الاختفاء اللي عنده حالياً طبعاً الراكلة طيرت بيج وان وخلتها يدخل على البيت اللي وراه يدمر بالكامل بعدها استعدى لقام وأول ما قام بدأ يتقلص يتقلص وتحول مو رجع لها واضحية الطبيعية رجع إلى الحايبرد الهاجين اللي قلت لكم الطور اللي دائماً يكون نص بشري ونص ديناصور اللي أريدي إكس دريك كان فيه في المرة اللي قبل وكلمتكم عنه أنه بهذا الطور يكون أقوى جسدياً من وضع العادي ولكن تدميرياً أقوى بالهيئة الكبيرة يعني بلا مبالغة هذه يمكن ثالث فاكهة يوررني الكاتب أنه بهيئتك الوحشية الكاملة التحول الكامل تكون مدمر جداً جداً ولكن في القتال وان تو وان ما تلفع فدائماً الشخص يحول ويرجع إلى هيئة البشرية أو الهيئة الهايبرد هذه اللي في النص جاك كمثال أول دخل بالماموث دمر 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 يوم جيد قاتل مع اينوراشي ونيكو ماموشي رجع إلى هيئة البشرية عشان يقاتلهم كايدو نفسه كان في هيئة تنين ودمر قصر أودن أطلال قصر أودن كذا بس يوم جيد قاتل معه في رجع إلى هيئة البشرية وضرب له في وهزمة وحالياً بيجوان نفس الشيء في هيئة الوحشية الكامل كان يدمر بيوتر كسرها حالياً يوم جيد يخذ قتال سريع ومباشر قتال رجل 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 مع سانجي رجع إلى هيئة الهايبرد وليس هيئة البشرية في النص يعني وإكس دريك برض ما بعد أشوف كامل قوته في النص شفنا كامل قوته في الهيئة الكاملة في ثرير بارك في النص الهجين بينه وبين ما بعد أشوفه وزي ما قلت لكم كايدو جاك أيضاً في هيئة الهجين راح أكون هنا أقويات جداً حتى كينغ يكون عنده هيئة هجين في النص ما بين الديناصور الكامل وما بين شكل البشر العادي بدأنا سنجي يحلل قدرات الدرع حقه أو البدل حقه يقول الكاب هذا الرداء اللي خالفيه هذا عبارة عن درع يحمينه وشفنا بفعلنا الجرمة يمكنني يحمر روحهم من أي رصاص أو أي طلقة يحط الدرع كده يحمي روحها بالرداء فيصير زي الدرع يصد عنه أي ضربة يقول خلف الكعب فيه المسرعات دي اللي بتعطيلي نفافات سرعة خيالية تحت القدم وجود الجهاز دي اللي خليني أطفو وأطير سنجي ما عنده مشكلة في الطيران اللي قدر يسوي مون وهوك بس هذي أسرع وأقوى في الطيران وتعطيه مسافة أعلى في الطيران بشكل سريع وفوق هذا كله قدرة الاختفاء هذين يصير شفاف ترانسباننت ما حد يشوفني إذن هذه البدلة عندها كل هذه الإمكانيات أنا أقول لك يسنجي فيها أكثر بعد بس إلى الآن ما بعد توصل لكامل الإمكانيات تتوق قاعد يكتشف قدراتها ما بعد يحللها بالكامل صدقوني بيجوان في هيئة الكاملة مكتوب على صدره بيجوان لحد يشكك في الاسم وفعلا فعلا منات الصفحة الأولى لحد يسألني ليش اسمك كذا وليش أحط واشف على صدره بذل اسم ما أدري كان لها ذيل لا يزال ويدينا مرة زي المخالب شديدة وحدة وجسمها معضل زي ما قلت لكم مهما كان جسمه ضعيف زي اكس دريك اكس دريك كان جسمه نحيف مرة بس في هيئة الهايبرد يمجا يقول لك يا معضل فما بالكم بكهايدو اللي في الأصل معضل لما يكون في هيئة الهايبرد الهجيمة بين التنين وبالبشري كيف بيكون جسمه كيف بتكون قوته يا عالم فقاعد يتسأل بيجوان يقول شخص عنده قدرة الاختفاء يا له من شي مذهل انت كل ما لك تزيد غرابة على شي عجيب منه انت منه انت شنال القدرات اللي عندك شون طلعت للمين طلعت لنا وكان المفروض انه جاي بيجلد صاحب متجر مع كارونة السوب وبيمشي انسان عادي مواطن عادي عنده قوة بس مو بها القوة بها القدرات الغريبة العجيبة هاجم عليه وقال لأظهر لي من تكون انت حقا وجب يده بيضرب سنجي ضربه سنجي رفع رجله وركل يد بيجول ولكن القوة العضلية للهيئة هايبرد الهاجين جعت سنجي في المكانه وطيرته دمر الخمس عشر بيوت على موصله وقفه طبعاً تأكدت فكرة القذرة الشعر الطويل حق بيج وان اللي إلى الآن ما شفنا شكله الحقيقي هل هو فعلاً من ربع كوين ويفاناكوف ولا وضعه عادي ما شفنا شكله الحقيقي إلى الآن هايبرد ما تقدر تشوف شكله نص ديناصور فما تعرف شصنفه أوه وشنوعه بالضبط حالياً يسبه وطلعت عيونه واه سانجي هل أنت بخير وله قاعد يقول هذا ما هو توقع من فاكهة عريقة أو تاريخية أو منقرضة يعني برضو الفواكهة ذي لها ثقلها لاحد يستخف بهذا النوع من الفواكهة الماموث حق جاك ديناصور حق اكستريك ديناصور حق بيج وان طير ديناصوري حق كينغ لا تستخفون بقوتها شوف القوة حتى مع أن ركل أو حاول يصد الضربة برجلة وهو لابس الدرع أو البدلة بوم كشعم المكان وطيرة جاء بوسمجي يقف يقول شعرت ببعض الألم البسيط ولكن فعلاً أن هذه البدلة يعتمد عليه يعني البدلة امتصت الضربة الدرع اللي على الرداء اللي على ظهره حماه من إنه يتلقى أي ضرر لجسم امتص الصدمة خفف الصدمة خفف الأضرار ما خلاه يعني مجرد إنه بس شعر بألم بسيط ما تلقى أي ضرر من الضربة القوية هذي بس قاعد يقول على هذه الحالة المدينة لن تصمد بتتدمر مدينة بالكامل لو استمر ذي يقاتل بكل وحشية وتجنوب فلازم أنهيه على اساس أنه ما يقاتل جابيلك بيجوان حاط يدينا كذا يعني شكله غريب جداً ووقف آه يلا كل المطلب عليه أني أشيل جثته ورح أسلمها للزعيم كيوشيرو لأنه هو اللي طالبهم يجون هنا على اساس يجلدون على رغم أني ما قدرت أكتشف منه هوية من يكون بس موم مهم بأخذ جثته ورح أسلمها على أساس أن الضربة دي قتلتها يعني متأكد من قوة جسمه من قوة الضربة اللي يوجهها لسنجي مستحينا سنجي ينجو مثل مثل هذه الضربة جابه له وفرانكي ويسيبه يهربون يركضون يبعدون على المكان ويسيبه ويسأل هاي لماذا احنا قاعدين نهرب ونترك سنجورو خلفنا قال لهو طلب بنا ذاشي هو قال اسبقوني وأنا بلحكهم وكان قصد سنجي في ذلكلام اسبقوني قبل ليجي إكس دريك وهوكنز ويكتشفونكم أنا مرحك تشفوني لأني بغير شكلي بالهيئة حقتي وفعلا شكل أتغير ومع القناع هذا مستحيل يقدر إكس دريك وهوكنز يعرفون إن هذا سنجي اللي إذا واحد منهم يعرف منه الفينسموك وبيعرف إن هذه البدلة بدأت الجيرما سيكس وإن أنت يا سنجي واحد منهم هذا عاد شي ثاني ننتظر وشوف في الفصل القادم هل فعلا بيجون مبجيين بيمدي سنجي يهرب قبل يوصلون الشي اللي بيصير ما هذا يسبي على غيوله يصجي وقال لنا ذا الكلام ولكن يعني صعب نروح نخليه جابوا لك سنجي كذا طاير في الهواء ووصل للسماء عن طريق البدلة طبعا إلى درجة إن المباني البيوت الصايرة صغيرة عندي يعني طار طار وصل للسماء وطبعا دائما لما يجي يستخدم ركلات اللي يدور فيها وينزل فيها بقوة كان يستخدم نونوق طف 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 عما يوصل فوق بعدين ينزل حالما ركز طار على طبعا وفوق في السماء علق قال تعليق جميل جدا أنا رح أطلب من فرانكي ويسبوا التعديل على هذه البدلة وهذا الشي كثير توقع وصراحة الكثير قالوا لهذه النظرية إنه لابد إن فرانكي يسبوا رح يطورون البدلة حقا سنجي يعني شفت المواصلات دي كلها بيسمون عليها تطويرات وتعديلات أكثر وأكثر فرانكي ويسبوا وحوش يسبوا في الأسلحة ما الأسلحة يعبيها لك أسلحة ويطورها وفرانكي في تصميم التعديل هو التكنولوجي هو مثل دكتور فيجابانك لو تعطي دكتور فيجابانك ذلك اللي بدلة ما يسبب فيها سنجي فرانكي نفس الشي بس إيش هو التعديل اللي يبيه سنجي في هذه البدلة ما عادري صاد هل الشكل تطوير السلحة تطوير شغلة معينة ما عادري صراحة ولكن قال ذالشي هذا تلميح جميل جدا الكاتب يوريك إنه بدلة سنجي هذه قابلة للتطوير من الحين بلغنا بتالشي وعطانا تلميح لتالشي برافو قودة على ذا النقطة وجابوا لك بيجوان واقف كذا انفهي ما يديش اللي صاير يدور على سنجي أو قاعد ينتظر يروح ياخذ جثة سنجي إلا وجابوا لك سنجي كذا نازل من فوق مثل الرعد مثل طلقة الرصاصة مثل نزل من السمى بقوة يعني هو أول ينزل بقوة العيدية حين قاعد ينزل بقوة البدلة سرعة البدلة ضعفت من ضرباته من باب التذكير بس سنجي تقاتل مع نيجي أخوه الثاني وكان نيجي لابس البدلة وسنجي كان يقدر يقاتل ابتكافى إليه ما هددوه إنهم بيقتلون الطباخة بعدين هجد واستسلم له وقام يجلدون ولكن فعليا كان يقاتلهم ابتكافى وهو بدون بدلة فمن بالك الحين بالبدلة وإش قوة سنجي الحين يا جماعة وهذا استعراض قوي لقوة سنجي على واحد من أقوى ستة مقاتلين من جيش كايدو بعد طبعا الثلاثة الأقوية يعني عندنا كين كوين جاك بعدهم الستة ذيلي هم أقوى ناس تحته على الأغلب بيجوان هذا رح يكون أضعف واحد من الستة فيبقى خمسة أقوياء جدا أقوى من بيجوان على الأغلب وبيسترون أعداء أقوياء في المستقبل هل كلهم دين الصورات مثل إكس دريكو وبيجوان هل أشكال ثانية ما نادري ننتظر نشاه وتجي الصدمة من الله وقال على الوضع والدمار اللي يسوينا في العاصمة مستعلم بيسكتون عنا اليوكايدو رابعة راح يجون يدورون علينا في عاصمة الزهور لازم ننحاش ونخرج بره عاصمة الزهور لنختبأ في مدينة إيبيسو في الوقت الحالي مدينة إيبيسو هذي اللي موجود فيها زورو سيعودون ينتقون من جديد ولكن هل سنجي بيروح معهم وبيقابل زورو أخيرا أم سنجي بينشغل مع إكس دريك وباسلك هوكز اللي راح يجون ويكمل قتال معهم هذي اللي ما توضع هل بعلا بيجوان انتهى من الضربة هذه أم بيكمل قتال برضو ما نادري يعني الضربة تبدو لك وكأنها بوف خلاص ضربة قاصمة نهاية القتال انتهى بيجوان بس ما تدري ممكن يكمل قتال ممكن يورك إلا قوة الجستدين في التحمل قوية ويكمل قتال مع سنجي الان ما يجي هوكز له وبعدين يضطر سنجي يهرب ولا يكتشفونه ولا ما يكتشفونه كل الاحتمالات واردة حادث مجنون أحداث متصاعدة في جميع الجهات قلت لكم انا قبل ثلاث اربعة فصول انه هو حين قاعد يوزع الأحداث منه 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 بيولاح 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 وهذا هو بده يولع يولع منه 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 الحداث بتنفجر يا جماعة ويظهر لك الكاتب حاليا في نفس الوقت داخل قلعة أوريشي قلعة الشوغن في نفس الوقت اللي سنجي قاعد يقاتل برة جاب لك الشوغن قاعد قاعد يرقص مع رقصات القيشة مفتل ومسفهل الى الان ما ندري هذا الشخص الغامض وش قوته بالضبط هل هو قوي هل هو بس مجرد صورة حتى الان لم يتضح انا لازلت مراهن على انه قوي وفي كل قتال قوي تظهر قوة قدام بس لا يغرركم المظاهر لا يغرركم الشكل انا لازلت مراهن على هذا الشيء ننتظر نشوف وجاب لك الروبن بدت تتسلل بدت حركة تتسلل انا طبعا المفروض انه ترقص معاهم حاليا في نقصة القيشة هل هذه اللي بحرت هي نسخة من الروبن ام ان مثلا استاذنات من وقعت على ذلك باروح مثلا دهراتم يالله يكرمكم وراحت تتسلل تتجسس ما ادري على الاغلب انها مش نسخة من الروبن لا هي نفس الروبن الحقيقية وفعلا جاية تتجسس فجات وقالت هذه غرفة قديمة جدا لقيت غرفة مكان قديم ومثيرة للريبة يعني ممكن ألقى فيها شيء وجمولك الروبن قاعد تطلع الزهور حقاته يدينا عساس يدينا تنبش وتدور في الرفوف تدور في المكان قالت هذه دولة قديمة جدا وهنا بوقف وقول اللي ما شاهد حلقة صياد الانمي عبد الجليل اللي نزلت في القناة قبل يومين ثلاثة ايام على اسرار الدي روح شوفها لانه تكلم عن تاريخ وانه وانه من الدول القديمة جدا اللي موجودة من عصر المملكة المزدهرة فلا ربما فعلا انه في شيء يدل على المملكة المزدهرة او كذا وهذا اللي قاعد تقولها روبل هذه الدولة كانت مغلقة نفسها عن العالم العزل العالم ولكنها قديمة فلا بد ان فيها بونغلف تقصد غير البونغلف الاحمر اللي المفروض انه عند كايدو اتوقع انه تقصد انه فيه بونغلف ثاني زي اللي كان موجود عند أرباستا وهذا الكلام قال ولمح لعبد الجليل في حلقته قبل ثلاثة ايام قبل ينزد الفصل برافو عبد الجليل صراحة على نظريتك برافو انا صراحة النظريات عبد الجليل اجابت لقشعريرة وانا اقراها واسمعها فانصح الكل يروح يشوفها تشوف الحلقة كاملة وشوف السلسة كاملة اذا ما شفتها من قبل ماني بقاعد اسوق لها فعلا فعلا والله معلومات صادمة فيها بشكل مطبيعي فكانت تبحث عن باب خفي سري تفقط شيء يفتع لها ممر سري تدور على شيء يوديها للبونغلف تقرأ معلومة عن البونغلف ويمخبأ فيه فجأة ويا واقف ويسمعنا صوت خلبي يقولها هل تبحثين عن شيء اما؟ ويجيك المشهد وورا ب beaucoup 10 نينجا كل واحد منهم وحش وحش يخوف اكثر من الثانيha جماعة وايهانانا بصفقنى نفسي ياطلاق اول مظاهر ريزة وقلته الكلام قلت مدام الكاتب طلع ننجا هنا راه يجون ننجا في وان وراه يكونون متنوعين وعندهم قدرات مختلفة بس ما توقعت بيطلع لي عشرة كلهم أساساً تبعين للشوغن فعالية ثلاثة والأربع العالمين كأنهم لوفي في القير الرابع صراحة هي حساب في تويتر سوى للدكتور محمد ارتويت في حساب السكوبر قبال لو دخلته شفتوه قاد ذلكلام وجاب صورة لوفي مع القير الرابع فعلاً كأن بوين دومانو كأن سنيك مان بس الغريب اللي كان واقف على حوت مني على سمك قرشة اللي ما أدري منين جاي صراحة واللي أغرب منها اللي متعلق بالسقف على أساس أنها خفيف عملاق ضخم ومتعلق بالسقف كده على وراء بعطيها رقبتة كده يطل عليها منها في بنت صغيرة واقفة وشعارها طب وفي واحدة ثانية مادي بنت ولا ولد بس مخشة داخل كوخ من القش داخلها يعني قدرات وأشكال غريب جدا عجيبة يا جماعة آخر اثنين ظهروا على اليسار تحت واحدة منهم كانت امرأة ماسكة قيتار والثانية زي الدب له قناع ولا دنقوشة كده على فوق هالثنين ذي اللي ركزوا عليهم بتكلم عنهم عن اقتباس أيضا الله تلعافي دكتور محمد جابا مع برضو قائدهم اللي ظهر بعد الشيبه وراس كبير كده وفي واحد وراء ذا الثنين شعره كاش كبير كأنه كلب كأنه مجموعة لأسنان وحش غريب كاسر صراحة مادي شون صار لينجا هذا وهنا نقدر نقول الكاتب رجع هيبة النينجا أخيرا بعد الصدمة اللي جاتنا في شينيوبو الدب هذي ريزه وشينيوبو أغبة نينجا شفتم في حياتي أما العشرة ذي اللي مرعبين بكل ما تعني الكلمة ما تدشي القدرات اللي عندهم أظهر الكاتب اسمهم أوريشي وأوني وبانشي أشكر أخي بشير يعطي العافية على هذه الملاحظة أساسا هذه الفرقة كانت موجودة في عصر الإيد وفعلا نينجا كذا خاصين بالشوق فذي اللي كلهم تبعين لأوريشي خدم عند أوريشي عشرة نينجا مقاتلين أقويات جدا هل بيشوف مثلهم أيضا فرقة ساموراي عشرة مية خمسين لابد مليون بالمئة خليك بتأكد كثير كان يقولون معقولة ووانو ما عندهم إلا بس كايدو وما عندهم إلا كايدو هذا حم بدأت تظهر قوة الشوقن وأتباع الشوقن بدأ يظهرون شوي شوي يا جماعة قلت لكم حكومة العالم ما كانت تتحرش في ذا الدولة لمدة 800 سنة كايدو ما جل لآخر 20-40 سنة من قبل ليش حكومة العالم ما تقرب من ذا الدولة لأن عندها مقاتلين وتقنيات وأساليب قتالية مرعبة ووحشية ما حد يقدر يقرب منهم لا ننسى أن واحد منهم واحد من أبناء هذه الدولة كان عضو في طاقم روجر أودن كوزوكي أودن هذا يعني بالحالة وحش بدأ واحد منهم يتكلم يقول تتصرفين بشكل مثير للريبة قدام نينجا يا له من تصرف أحمق وروبن قاعد تقول متى جاو ذيلي عشرة يعني ممكن تحس بواحد ذيلي بس عشرة يطبون عليك فجأة وانت ما تشعر وانت قاعد تتجسس خلاص انفضحت ش تسوي طيب فشلون عشرة قدروا يتسللون خلف روبن اللي دائما عندها قدرة أن تحط أذان تحط عيون تزرع ورد كذا وتتنصت تسمع ما انتبهت ولا حست فيهم لأن النينجا يتحرقهم بالصمت لا يغرك أشكالهم حجمهم الكبير كلهم طبوا على الروبن كذا في لحظة طلعوا وراها حصروها من جميع الجهات لأن تقنياتهم وسليمهم تدربين على ذا الشي البنت الصغيرة تقول شنو انت ما تعرفين وش هو النينجا يعني ليش من صدمة ما تعرفين منه احنا النينجا والبنت الثاني هذي اللي ماسكي القترة قلتكم ركزوا عليها هي أحد الاقتباسات قلت تكلم عنها بعد شوي قالت لها علقت وقالت على الأغلب هي من الخارج من خارج الدولة عشرة كذا ما تعرفوا ش هو النينجا من صدمة من منظرنا من شكلنا فهذا اللحظة مفتح الباب وطلع واحد قال يا لكي من قيشة مزعجة جدا يعني مسببة مشاكل انت مو بجاية ترقصين بس جاية تسوي شي ثاني وقال ورفع صبعة وقال أنا بعطيش فرصة واحدة نشتتكلمين وتقولين شجاية تسوي هنا أكدي تراها فرصة واحدة يعني لو كذبتي علي على طول ما راح تفاهم طلع بطاقة تعريفية حق قلتها الكابتن القائد حق العشرة ذي اللي كلهم الفرقة الأوني وبانشي هذين اللي بننجا كلهم واسمه هو فوكورو كوجي وبرضو أحد الاقتباسات اللي بنتكلم عنها الحين وزي ما قلت لكم الاقتباسات اودا من قبل اقتبس اثنين من آلهة الحظ السبعة بقى طبعا خمسة في هذا البانل طلع ثلاثة من آلهة الحظ السبعة اللي في اليابان فما بقى للا بس اثنين ما بعد يقتبسوا بس ما بقى اصال لها غلطة انا قلت بحلقة اللي طافت او اضافة على اللي قلتها ابسو اللي على الاسم المدينة مو بس اله والضحك عندهم بل اله الصيد عشان كذا كان ماسك فيها دسامك يعني كنت اقول ليش ماسك فيها دسامك ليش ماسك فيها دسامك انا سيد كل واحد منهم يعتبر استغفر الله عندي بحسب معتقدات تموم ان الهك شغلتين يسوي لك شغلتين ان كل اله يجلب لهم شغلتين هذا الضحك والصيد بركة بالصيد يعني هذا حين ابو راس طويل فوكوركو جيو يمثل العمر الطويل والحكمة مو بعشان راس طويل عمر الطويل لا هو كذا كإله عدم يمثل العمر الطويل والحكمة الوزدم البنت اسمها بن زايتن هذا الاله عقهم اسمها بن زايتن تمسك غيتار ونفس التصميم نفس الدزاين اللي ظهر لو شفتوا حساب التويتر بتلقون كل الصور حق الآلهة نفسهم من وجودين تمثل الجمال والموسيقى إله الجمال والموسيقى عندهم أما أقصى واحد على اليسار اسمه الاله بيشا مونتن ولكن أودا اقتباس الاله ذا قسمه بين اثنين من الننجة أقصى واحد على اليسار وأقصى واحد على اليمين اللي ما راكب على الحوت أو القرش هذا اللي ما ديش منين طلع عساسا هل سوك شي سينو جوتسوس تدعى صرنا ناردته يا جماعة ولا شي سالفة ولكن يعني بكل بساطة لو قلنا لنا كانجر ويقدر يرسم فاكهت الشيطان ويطلع حرق حرصماته كاننا سائف ناردته فعادي ان هذا يطلع حوت ممكن ان حيوان أليف عندهم ربي ممكن ان يستدعيه فعلا كل شي توقع مع تايد في الغسير ما مش مستعي الأودا كل شي موجود عنده المهم ان هذا اللي على أقصى اليمين في الصورة موجود على ظهر حلقة نارية هذه مقتبسة من الاله اللي اسمه بيشا مونتن أما الخوذة والدندوش اللي فوق فهو محطوط للنينجا اللي على اللي صار فهو قاعد يقتبس الآله حقينهم ويضيفهم في القصة كل شي لا علاقة باليابان قاعد يضيفها في هذه القصة في هذه المنقا وفي هذا الحدث بالذات أركوانو لأنه يمثل اليابان آخر بالن الظهر عندنا في هذه الصفحة روبنا معرقة معرش تقول هل تجاوبهم هل تكذب عليهم تقاتلهم شون تقاتل عشرة نينجا مع قائدهم 11 11 حصروها في الغرفة وصدوها متلبسة شون تقدر تكذب وتنجو من هذا المأزق أم تقاتل وتحاول الهرب أم تعتقل ويتصير مهمة إنقاذ لها ما ندري شو بيتصرف الشوق لما يدري صراحة كذا تعليقة جديدة في القصة وبعد على طول استحب علينا في ذا الموضوع وراح للطامة الكبرى تقل مشت إلى مقاطعة كيوري على شاطئ كيوري جاب لنا كيكو السمراي الطويلة ومعلم ممونوسكي قاعد يتدرب بالسيف حقه يضرب في الأشجار طاخ 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 وتامة معهم تمشي وتتكلم وتسولف وهاتشبر قاعد يتسلق الأشجار وعايش دور النينجا وقاعد يقول نين 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 لأنه لازال لابس لبس نينجا وتامة تقول تسأل إذا كان لوفي بخير أنا حتي ليش ما طالع من السجن حتى الآن ممونوسكي يعلق بكل بساطة رايزة وبيتكفل هذا الموضوع وعلى رغم أنه تأخر فمقنت لأني أنا أقوى من ما أنا حاليا كرحت وأنقفتها بنفسي ويعدي يتمشوني بالغابة متوجهين إلى الشاطئ بيروحون يشوفون الشاطئ بيرجعون ما قاديش أنه هدفهم الموامنا شبر ومتسلق على الشجرة انتبه الشيء على الشاطئ قال ما هذا شيء هل هو الشخص إنه ليس شخص يا شبر الموامنا تأخر ويتسلق شاف شيء ميلادي قال وشه ذا الشيء شاف ذا الشيء انجرف على الشاطئ موجود بعدين يمجاو عند قرب وقال أوه إنه شخص يعني إنسان كائن ولكن فعليا هو ليس إنسان وليس كائن إِنَّه البيك موام أوه دا يخرب بيتك وكرا أوه دا وجه البازوكة هذه المرة علي أنا وقال بو بوم في منتصف الجبهة خلوني بس أقول شغلة واحدة أولا بعدين باش رح أكثر على نهاية الفصل لما نكمل المقطع هذا كله قل من النسائي أنا أعتذر شخصيا ورسميا لكل عشاق المقبل اللي قلت لهم لن تعود لن تعود لن تعود لن تعود ها هي قد عادت وصدمني الكاتب ودخلت إلى الشاطئ وانو غصب على خشفك يا ماجد ولكن خلينكمل وبقول رأيي بكل الأريحية وكل مصدقية مومونسكي يقول هي ليست عملاقة حتى تحسب على أنها عملاقة جاينت بس بالتأكيد هي مو برضو إنسانة صغيرة يعني كبيرة جدا كيكو تقول هي هذي مرة مو مصدقة مرة بذلك الحجم مع أنك كيكو نفسها عملاقة طويلة بس مو بهذا الحجم حق البيك موم وتامة تقول أتسأل ما لأكبر إيه هي أم كايدو فعليا أنا والله أنا ما أذكر صراحة بس جابه رأسة تقريبية أنه كايدو أكبر من البيك موم بشوي أو إن البيك موم أكبر من كايدو بشوي فعليا حجمهم متقارب فعليا الوحيد اللي ينصعق وارتعب وخشمة صب وعيونه تفرق تشبر قال هابي لا البيك موم وش هابش تشبر صراحة في هذا المشهد يمثلني أنا طبعا أول ما شابه صارق بيك ماو بسك دائما خائف لا تقعدونها لا تقعدونها جاءت كي قد يقول له تشبر مني هذه لا تسمعك لا تصحى لا تصحى لقم سكتين لابد أن نهرب الآن قاعد يتكلم مع أمام نسكي وتاماي قد يقول لازم نلحاشة حين لو استيقظت رح تقتلنا شو اللي تشبر وقف قال لا لحظة ما في فايدة منها ربنا أنا من قبل حاولي أن نهرب منها وهي أساسا ما جاءتين اللي عشان تطاردنا طارد لوفي وطاقما اللي وإحنا فكان يقل ما قد ق forcing سحب السيف حقه الننجاوي هاهاهاهاهاهاهاهاهاها مصدك ان 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 الانجا شو بور ما cartridges السير الصغير لله السكينة اللي عندك مصدقة تقدر تقتله بالاسكينة هاهاهاهاها مومنوسكي قر Eckman في قبل هاتي تشبب على هية تنين الخايف قام برررر يعرجع ياخر عنها بعيد شو بورienia النوج يقول المومنوسكي ، خليك ساكت أنا رح أقتله الآن أنا بحر ايهاобр نهاية كايدو أساساً هي تشبه على أي حال فبقوم أقتلها حين وخلص عليها كيكو تقول لا تشبر طبعا عندنا دي مو باسم تشبر اسم تشبرمون الاسم الحق تشبر الخاص في وانو اللي يسمونه في وانو تشبرمون لازم تشرح لنا شي اللي صار قلتو شو بشرح لش بعد السكتي خليلي أخدرها واني فاضي إلا ولا البقوم بدت تكحك لأنه شربت ماي كثير طبعا بتتكلم شون جات وما جات بتتكلم عن هذا الأمر بس خينكمل الصفحة الأخيرة بس يوم شاف تشبر انه بدت تستيقف فات الأوال انجاوا انحاشوا وراح يركب وعلى طول مومنوسكي بايضا وراه يهرب بينما كيكو وتاما مايعرفون منه دي ممعرفين ماذا خطارها فما انحاش وتم وقفين قدامها وللأسف وتأتي الصدمة العظمى الأسطورية أول ما صحت البيكما وجلسة جلسة الطفلة كانها طفلة صغيرة لأنها خلاص خالت وين أنا فيه عندنا قمت تلفت يميني صار وحتى القبعة نابوليون ولأ وزيدكم من الشاعر بيت بيجي مبكر إن شاء الله حسب تصريح من خبر هذا النشر وإن شاء الله الدكتور محمد أطعاف في حساب سكوبر وقام في التويتر اللي يقول لكم تابعوا عشان تخذوا الأخبار هو البول الأسبوع القادم إن شاء الله الفاصل رح يصدر الأربعة أو الخميس مبكر يعني يمكن يجينا السبولر يأما الثلاثة أو الأربعة على الأغلب الفاصل نفسه رح ينزل لنا الخميس الأربعة أو الخميس إن شاء الله مو بأكيد بس هذا المتوقع لأنه بيصدر في اليابان مبكر فعلى الأغلب بيجينا تسريبا مبكر كالعادة وهذا شيء جدا جدا مطمئن ومريح لنا لأنه على كده انتهى الفاصل وحاليا حاليا لازم نتكلم ونحلل كيف البيج موم رجعت وهل التي عادت هي اليونكو بيج موم أم وعاء فارغ يدعى البيج موم إينا بسه ما تدري إنها هي البيج موم يا جماعة طيب زي ما قلت لكم أنا مسعى الكاتب فقع وجهي أنا فقع وجهي العديد والعديد من الناس ما سمعت ولا أي أحد رح يقولي إن البيج موم رح ترجع فاقد الذاكرة الوحيد اللي سمعتها قال ذا النظرية قالها على أيام الكعكة فشي سيت الكعكة لم يومنا كانت بتاكل الكعكة قال ممكن تاكل الكعكة وتفقد ذاكرياتها أخوي الغالي مش عال حربي عدا ذلك في الحدث هذا ومن بعد سقوطها من النهر سمعت بعض التوقعات جادي توقعات كثيرة ممكن تنجرف وتجي للشاطا ممكن تنجرف وتجي للشاطا الدكتور محمد سكوبرقبان قال إذا توقع أساسا في التواتساب ولكن ما حد توقع أبدا 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 إن البيج موم ترجع فاقدة ذكرياتها وتدخل أرقوانو وهي فاقدة الذكريات فهذه فقعت وجه للجميع للجميع نعم الكاتب عاد البيج موم نعم الكاتب فقع وجهي وأنا أهني وأصفق له لأنني قلت لكم أكثر مرة أنا أستمتع لما الكاتب يفقع وجهه وراح أجي وقدم اعتذاري للكل ولكن سؤال واحد هل اللي عاد حاليا واللي دخل وانو هي اليونكو بيج موم أم وعاء فعلا فارغ لا يعرف حتى أنه بيج موم أنا كان رفضي لدخول البيج موم لوانو لما ينفع لوفي قاتل ثانية يونكو في نفس الوقت حاليا هذه اللي اتخلط مرة تقاتل لوفي لأنني ما تعرف له لوفي أساسا ولا تدش سوى لها لوفي هل هذا الشي يعتبر إهانة جديدة للبيج موم نعم للأسف يعتبر إهانة جديدة للبيج موم ولكن حل عبقري ومجنون من قودة لنأجل أن يخلي البيج موم تتحالف معلوفي لو تحالفت ما بعد يصير تحالف ولكن أسهم التحالف ارتفعت جدا وهو توقع أخونا الغالي أحمد معاذ ديمو من أيام ما كنا في حدث البيج موم كان يقول أن الارك هذا رح ينتقي بالتحالف ولكن انتهى ارك البيج موم بدون تحالف مع لأي مننا قلت لكم أنا في نهاية ارك البيج موم ارك البيج موم ما انتهى طالما أن الكاتب طلع مننا وما جاب لنا البيج موم سقطت قلت لكم الارك تكملة بس ما توقعت أن التكملة بتجي في وانه ما حد كان متوقع ولكلك الرافض التكملة في وانه ليش أنه مستحيل له في قاتل الثنين ينقف نفس الارك هذا شيء كان مستحيل من سابع المستحيلات أحين الكاتب مصح ذكرنا التفحين هي ممكن تكون حنيفة لأي أحد وعدو أي أحد أي أحد يجي يعبي في مخة في راسة أي فكرة أي كلام بتصدقه وبتصير معاه هل هذا شيء يعتبر إهانة نعم يعتبر إهانة ولكن أنا متأكد أن الكاتب رح يستعرض قوتها أكثر وأكثر أحين أخيرا بيرجع لها بعض الكرامة التي سلبت منها بيستعرض كامل قوتها الحين أتوقع ما أنا متأكد أتمنى أن ما يكمل إهانات لو كمل سلسلة الإهانات يعني جابها خلاها فقدت ذكر وخلاها يعني مجرد حليفة أو مجرد كذا بيدق في هذه الحرب ما لها أي دور وتتملطش زيادة أنا بحقد على أوذة يعني ما لدعي الإهانات هذه صراحة معنى هذا الشيء رح يأيد كلامي نكرت أن حرق ولكن ما أبيئ إهانات أكثر من كذا أتمنى أن يرجع يرفع أسهمها من جديد ولو شيء بسيط قبل سقوطها النهائي لأنه رح تسقط اللي أنا أبيقوله التحدي اللي أنا دخلته مع الشعيب والتحدي دخلته مع أخي عبد الرحمن العمر كتحدي أن لن تعود لمقاتلة لوفي هذا وتحقق فعلا حاليا هي رجعت في الأرك بس ما رجعت تقاتل لوفي أنا ريهاني وتحدي عليه كان عودتها كعدولي لوفي كت أرفض هذا الشيء ترجع كحليف كتبت قبله بس كتبت أقول مستحيل تتحالف مع لوفي بعد اللي سواء لوفي فيها ما أتوقعت الكاتب بيبسح ذكري حتى صراحة هذا نفس التوقع اللي صار لي مع بودنج يوم قلت إنه بودنج طيبة 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 بعدين جي الكاتب طينج فوقعه وقعه شيء طلعه بودنج شريرة ولكن في الأصل بودنج طيبة وفي النهاية ساعدت الطاقم وفي نهاية الحدث هي طيبة جدا وتحب سنجي فيها انفصال شخصية ما حد توقع انفصال شخصية فحالي نفس الشيء البيجمام عدوله في الآزة اللي مستعيل تسامحه بعد اللي سواء فيها واللي بهدله ولكن إذا مسح الذكرياتها فهي لم تعد البيجمام اللي نعرفها طيب بالنسبة لتوقعي أنا اللي قلت ولي من وجهة نظري لا تزال أسهمة قائمة صجي رجعت صجي القاتل فقع واجه بس لم تعد آزة يونكو حاليا هي اللي رجع بيجمام وعاء فارغ لا يسمى اليونكو بيجمام وهي نفسه ما تده ان هي يونكو بيجمام لقابها لا يزال موجود قواتها لا تزال محفوظة واحتمال كبير الكاتب يستعرض لنا قواتها بشكل مجنون في هذا الارك واتمنى هذا الشيء ما اتمنى انه يهينها اكثر من كذا خلاص يكفي صراحة ولكن لو سقطت حاليا بدون لا تسترجع ذكرياتها فكلام اللي أنا قلت قائم كارتن حرق من طلع من عندها لوفي ولن تقاتل ليوفي فسقطت من مكانه انا كنت اقل على نهاية الارك اللي دخل ابني اشهد لي في comment اللي اذكر كلام اللي انا قلته عن نهاية الارك في البث وقبل نهاية الارك كنت اقول هذا الكلام انا ما يهمني ان تسقط تموت يهمني ان تسقط منصبها ازا يونكو منصبها كيونكو تسقط منه حاليا اليدخل الارك مش اليونكو بيجمام ليدخل الارك بيجمام القوية العضلات الجسم الأسطوري القوة الجبارة ولكنها ليست يونكو لأنه هي نفسها ما تعرف إنها يونكو يا جماعة لا يزال منصب حقها محفوظ وموجود في حال استعادت ذكرياتها لو الكاتب رجع ذكرياتها في أي وقت في وسط الأرك هذا قبلها تسقط نقول اليونكو بيقمام عادة في الأرك ولكن في حال سقطت على نهاية ذا الأرك بأي طريقة كانت بدون لا تسترجع ذكرياتها أو تمت لنهاية القصة إن شاء الله حليف للوفي ما تستعادت ذكرياتها ما تدين أنها يونكو من نسبة لي أوكي هذا اللي أنا كنت متوقع هذا اللي كتابيه إنه ما ترجع تقاتل لوفي آزا يونكو هذا اللي كنت متوقع هذا اللي كنت أبيه بالحرف الواحد تسقط من نصبها كيونكو وتكون مجرد شخصية في القصة قوية ما عندي مانع في ذا الشي أنا ما كنت رافض ذا الشي أنا كنت رافض عودة لوفي لقتالها كيونكو كنت خلاص لوفي يسقط الكايدو ما يحتاج يسقط البيقمام إذن مسحة ذكرياتها خلاص برح يقاتلها فتوقع إليه يزال قائم فعليا توقع إليه فقع واجه الكاتب زي سلفت بودنج استطعنا بس ما استطعنا اطلعت من نهاية طيبة وتوقع صحيح ولكن في ذاك اللحظة فقع واجه يطلعها شريرة وجاب شيء ما كان لأحد منه متوقعا في صام شخصية بيقمام نفس الشيء عادت إلى القصة زي ما توقعها شعيب بس عادت مش يونكو زي ما أنا توقعت لم تعد يونكو ولن تقاتل لوفي حاليا هل ممكن تستعيد ذكرية مستقبلا وترجع تقاتل لوفي والطاردة وتروح معها البف واحتمال وارد ويصير توقع شعيب صح بس إلى الآن ما صار توقع شعيب صح ولا توقع يصار صح توقع لا يزال قائم وتوقع شعيب لا يزال قائم ممكن ترجع في البف وممكن تسقط على نهاية الأرق ننتظر وشوف لين نهاية الأرق لا يتزال البيكبوم مستمر معانا فقع واجه الكاتب بعوداتها ننتظر وشوف كيف ذا الأرق رح ينتهي يا جماعة أنا مستخف مستجن مع هذا الكاتب مجنون أودة مجنون يعني السيناريو هذا ما هتوقعه وأنا صراحة أصفق له لأن بقاء البيكبوم في القصة صار له دور مهم حاليا وحماس مطبيعي حاليا داخل اثنين يونكو في الأرق معانا الأغلب كان رافض دخول اثنين يونكو في الأرق لأنه مستحلو في قاتل اثنين يونكو في ناس توقعوا أن اثنين يونكو تصادمون يقاتلهم بعض يعني في احتمال فعلا بيكبوم تقاتل الكايد معني أنا ضد هذا السيناريو والأبي ولكن احتمال يصير فعلا لو هاجت البيكبوم عليهم حاليا فسط الوانو من اللي يقديروا يقفها غير كايدو أنا قلت لكم ده الكلام أنا مو بقاعد استخفى من قوتها لو مسكت قد ده الكلام في البث اللي محضرها يرجع يشوفها لو مسكت كينغ على الشاطة هنا لو يجيها كينغ يعين لا تمسح وجهة تراه بيش أنا ما استخفيت بقوة يونكو ولكن كنت أقول ليش الكاتب قاعد يملطشها واللي قاعد يصير حاليا لا تزال مزيد من الملطشة ولكن أتمنى من حينه طالع أنه يرجع يعوضني يطلع شوية من قوتها قبل سقوطها النهائي على نهاية الأرق أو بعد الأرق مباشرة هذا التوقعي لا يزال قائم حتى الآن لأن حتى يوم عادة الآن لم تعد اليونكو بيكمام عادة البيكمام القوية فقط لغير أنا عدت وزد في هذا الكلام كثير صراحة سعيد باستعراض قوة سنجي تكلمنا عن سنجي ما في الكفاية الاقتباسات كانت مجنونة الفصل ناري ومولع وجنوني مين اللي بيعالج البيكمام حاليا من اللي بيعطيها حلاوة عشان تحبه مين اللي بيلعب بذكراتها شنه نوع الذكرات اللي بيزرعن فيها الأرق مفتح على مصراعي طبعا نعم في السبويلر كان فيه أخبار مغلوطة باكين اللي أم ويبل جات هذا خبر مغلوط ماهم ما ظهر المسرب الأول يلاعطي العافية ما أدري ليش صراحة تنسرب مثل هذه المعلومة المغلوطة والكل نشارها يعني انتشر عند الكل إنه باكينجات وإنه ويفل دخل ولكن هذا المعلومة كيس مادي منينجات صراحة كان فيه معلومة ثانية مغلوطة في السبويلر بس ما تحضرني حاليا اللي ما شاف السبويلر ورشاه بالفصل استمتع ولا أخذ أي معلومة مغلوطة استمتع بالفصل زي ما أهو كذا سنصل وصلنا لنهاية نطبعنا لهذا الفصل لا تنسوا من البث يوم الأثنين القادم في قناة اي شو واحتمال كبير يكون عندنا بث يوم الثلاثة اليوم اللي بعد ما أكد لكم حاليا تعالوا للأثنين في البث وبأكد لكم إذا في بث يوم الثلاثة أم لا حق القناوات العربية في قناة أخي الغالي شعيب مو أكيد احتمال كبير يكون في بث في قناة أخي الغالي شعيب يوم الثلاثة بعد الأثنين على طول للقناوات العربية في الختام قولوا معي سبحانك الله و بحمدك أشهد والله إلا أنت استغبارك وتبليك هتصلوا الاشتراك بالقناة بيطلع لك الزر هنا وضغطة زر العجاب والشير ونشوفكم على خير